كشف تقرير لوزارة الخارجيات الأمريكية أن الإعلام القطري يحط على التفرق والطائفية والعنف مؤكدا عدم بذل قطر جهودا كافية لمحاربة المحتوى المتطرف لطالما توارت خلف شعارات زائفة حول حرية الرأي والتعبير قطر وإعلامها الذي لطالما اتبع ذلك الشعار قولا لا فعلا هو ما لم يكن متفق عليه خليجيا وعربيا ولا حتى دوليا فمتى كانت الحرية مبررا لاستضافة زعماء الجماعات الراديكالية وكيف تعرف قناة الحكومة القطرية الجزيرة مفهوم الحرية إليكم التعريف أنا الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا عسكريين مدنيين علماء جهلين ليست الجزيرة وحدها بل إعلام القطري ككل أي الرسمي وما يزعم بأنه مستقل مدان اليوم بنشر العنف والتحريض وعلى ما يبدو أن مطالبة الدول الرباعية بإغلاق الجزيرة لم يكن عشوائيا أو استفزازية بل جاء بناء على تقارير تؤكد حجم الضرر الذي ألحق بتلك الدول جراء عبث الإعلام القطري اليوم تتقاطع المزيد من الدوائر لإدانة محتوى الإعلام القطري فقد صنفت الولايات المتحدة من خلال تقرير وزارة خارجيتها الإعلام القطري بأنه يدعو للعنف وذكر التقرير تحديدا بأن المحتوى الإعلامي القطري يحض على التفرق والطائفية والعنف ويضيف أيضا بأن قطر بذلت جهودا غير كافية لمحاربة المحتوى الذي يحض على العنف لم يكن التشخيص الأمريكي الأخير صادما بالنسبة للمراقبين والمتابعين فلا يختلف إثنان على إنتاج الإعلام القطري المسيء على مدى السنوات الأخيرة والذي لم تسلم منه دولة عربية ومن بينها دول الجوار في الخليج العربي هي الأخرى ظلت تنادي وتدعو وتحث وتنصح الدوحة لعلها تهتدي وتستقيم فتبعد كل ما يعكر صفوى العلاقات الخليجية والعربية وسلامة أراضيها وأمنها الداخلي إلا أن الدوحة لم تبدي أي جدية في الاستجابة واختارت التمسك بذات الخطاب التحريضي دون مراعاة لمواثيق الشرف ونداءات الاعتدال ترجمة نانسي قنقر